التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المدير العام لشركة جي اي سي لصناعة السيارات فين شينجيان وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أعلى استعداد لمنح الشركة حوافز إضافية منها منح الشركة الرخصة الذهبية في حالة الاستثمار في مصر مما يسهم في تأسير إجراءات تأسيس الشركة وبدوره أعرب المدير العام لشركة جي اي سي لصناعة السيارات عن تقديره لدعم رئيس الوزراء لتطلعات خطط الشركة المستقبلية للاستثمار في مصر مشيرا إلى أن هناك إقبالا على سيارات الشركة في السوق المصرية حيث بلغت ألفي سيارة في العام